استمرارا للجهود المبدولة ضمن الحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا كوفيد 19 أعلنت وزارة الصحة عن قيامها بزيارات ميدانية لعدد من مناطق مملكة البحرين شملت منطقة المنامة باب البحرين ومنطقة درة البحرين إلى جانب المنطقة الواقعة على شارع البدية حيث تتضمن هذه الزيارات إجراء فحوصات مختبرية لعينات عشوائية عن طريق وحدات الفحص المتنقلة المجهزة وفق المعايير الطبية المعتمدة بما يسموه في تعزيز صحة وسلامة الجميع والحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد 19 وتشمل الزيارات الميدانية التي تقوم بها وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة الداخلية عددا من مناطق مملكة البحرين وأوضحت وزارة الصحة أن الفريق الطبي المختص وبمشاركة المتطوعين في الحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا باشر بحملة منظمة لأخذ عينات عشوائية لكبار السن والأشخاص دوي القابلية للإصابة بفيروس كورونا للفحوصات المختبرية في وحدات الفحص المتنقلة إلى جانب أصحاب محلات الهايبر ماركت والبقالات والبرادات والمخابز والصيدليات وذلك حفاظا على سلامتهم وسلامة عائلاتهم وكافة المواطنين والمقيمين كما سيتم تحديد الإجراءات الاحترازية لكل منطقة بناء على معطيات ومؤشرات وزارة الصحة وأشارت وزارة الصحة إلى أن التنسيق مستمر مع وزارة الداخلية عبر الإدارة العامة للدفاع المدني للقيام بعمليات تطهير وتعقيم لبعض هذه المناطق كما أن التعاون قائم مع أفراد شرطة خدمة المجتمع للتأكد من التزام المواطنين والمقيمين بالتعليمات الصادرة كمنع التجمع في الطرق والشوارع والميادين والشواطئ والمتنزهات وغيرها من الأماكن العامة لأكثر من خمسة أشخاص واتباع تدابير التباعد الاجتماعي بما يحفظ صحة وسلامة الجميع من جهتها أكدت وزارة الداخلية أن مشاركة شرطة خدمة المجتمع في هذه الزيرات الميدانية تأتي في إطار واجباتها الأمنية وجهودها التوعوية الهادفة إلى تعزيز السلامة العامة وهو ما يتم من خلال توعية وتثقيف مختلف فئات المجتمع من مواطنين ومقيمين والتأكد من التزامهم بكافة التعليمات والإرشادات الصادرة من الجهات المعنية مشيرة إلى أن أفراد شرطة خدمة المجتمع مستمرون في التأكد من اتباع المواطنين والمقيمين للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة كالخروج من المنزل عند الضرورة فقط والتي من بينها الحصول على الاحتياجات المعيشية الضرورية وعدم التجمع أو الجلوس أمام المنازل وفي الطرقات العامة والأخذ في الاعتبار أثناء ممارسة الرياضة في الطرقات العامة أن تكون بشكل ثردي أو ثنائي مع مراعاة ترك مسافة كافية بين الأفراد بجانب الالتزام بالتدابير الوقائية أثناء اللقاءات العائلية والاجتماعية وتعليمات التباعد الاجتماعي في صفوة الانتظار والحرص على ترك مسافة لا تقل عن متر في مراكز التسوق وأماكن الخدمات العامة ترجمة نانسي قنقر